أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي أن الدولة تستهدف أن تكون هناك تنمية لعدد من المناطق على سحل البحر الأحمر بهدف دخول الدولة في استثمارات كبيرة وأكتزاب استثمارات أجنبية ولفت مدبولي إلى أنه تم إصدار قرار بتشكيل المجموعة الوزرية لريادة الأعمال مؤكدا أهمية احتضان الشركات الناشئة على سياق نفس الموضوع الاستثمار أثير موضوع راسب ناس وتقال هو مصر صحيح بتطرح منطقة راسب ناس للإستثمار وحيبقى فيه توجه واللي عايز أقوله لحضراتكم مش راسب ناس بس إحنا محددين من أربع إلى خمس مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر ودول إن شاء الله بنستهدف أن يكون عندنا تنمية في هذه المناطق على غرار اللي اتعمل كمراكز كبيرة جدا تنموية زي الصفقة اللي اتعملت في راس الحكمة أو إن إحنا كان رؤيتنا إن يحصل فيهم تنمية متكاملة وكل واحدة من الخمس مناطق دول حيبقى في قوام مدينة فبالتالي إحنا الحاجات دي كلها إن شاء الله حتطرح لإن الهدف كله إن الدولة المصرية تدخل في شراكات كبيرة وتكتزب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الوعدة جدا من ناحية السياحية والتنموية وتبقى كل دي فرصة لجذب استثمارات وجذب فرص عمل وتخلق حراك كبير جدا في الاقتصاد المصري في خلال الفترة الجاية منهم بالتأكيد راسب ناس دي واحدة من هذه المناطق فأنا عايز بس أأكد إن هي مش راسب ناس بحدها ولكن هناك العديد من المناطق الأخرى اللي رؤية تنموية إن في كل منطقة من دول يبقى تنمية عمرانية متكملة فيها كل الأنشطة يبقى فيه مطار يبقى فيه ميناء يبقى فيه مراين للسياحة الدولية فهي تنمية متكملة إن شاء الله بتحصل في هذه المناطق الحقيقة أيضا يعني أصدرت قرار بتشكيل المجموعة الوزرية لريادة الأعمال ودي كانت يعني من آخر مجموعة كنت طلق بعد تعديل التغيير الوزاري قلنا حنعمل مجموعات وزرية مهمة موضوع ريادة الأعمال واحتضام الشركات النشأة شيء مهم جدا 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 وإحنا إن شاء الله الفترة الجاية بنفعل هذا الموضوع